عذر العائل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن أي تصعيد إسرائيلي سيؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة مشددا على أن بلاده لن تكون ساحة لحرب إقليمية وبحث الملك عبدالله مع بايدن آخر تطورات في المنطقة والجهود المبزولة لخفض التصعيد والتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مشيرا إلى ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشتى الطرق وبشكل كاف ومستدام